يحرص العديد من الأشخاص على تناول فيتامينات الحديد بشكل عشوائي خاصة أنها متوفرة في الصيدليات والمراكز الصحية ويمكن الحصول عليها دون وصفة طبية لكن هناك حالات معينة يجب علينا تناول فيتامينات الحديد بانتظام وإلا ستكون مضرة يعمل الحديد على إنتاج خلايا دم الحمراء والتي من مهامها تغذية كافة أنحاء الجسم بالأكسجين أخصائيون أشاروا إلى أن هناك فئة معينة عليهم المداومة على حبوب الحديد كمرضى فقر الدم الناتج عن الحديد حيث يقل إنتاج أجسامهم للخلايا الحمراء وبالتالي تقل كميات الأكسجين التي تصل لخلايا الجسم المرأة في فترة الدورة الشهرية ومن المحتمل أن تصاب بفقر الدم بسبب النزيف الحاد وينصح في هذه الحالة تناولها لفيتامينات الحديد المرأة الحامل تحتاج لكمية أكثر من الطبيعي من الحديد ويجب أن تتناول فيتامينات الحديد بانتظام الأطفال منذ الولادة لبلوغهم ستة أشهر يحتاجون إلى جرعة يومية من الحديد وذلك لفقدارهم الحديد المكتسب من الرحم عند بلوغهم ستة أشهر ونوه الأطفال لأن هناك حالات خاصة يجب عليهم الالتزام بفيتامينات الحديد كالأشخاص الذين يمارسون رياضة بانتظام والأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلة بشكل دولي وإضافة إلى المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة يجب تجنب تناول حبوب الحديد للأشخاص المصابين باكتناز الحديد والأشخاص فوق 50 عاماً والذين يتبعون حمية غنية بالحديد من مضاعفات تناول الحديد من دون حاجة الإمساك والغثيان